تشهد العلاقات البحرينية العمانية الضاربة في عمق التاريخ نموا مضطردا على مختلف الأصعدة في ظل حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات وتطويرها بشكل دائم نعم هذا وتلعب اللجنة المشتركة بين البلدين دورا حيويا في مواصلة العلاقات المتميزة بينهما وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين سلطنة عمان ومملكة البحرين علاقات أخوية وثيقة تربط الشعبين تستند على دعائم صلبة بفضل التوجيهات السامية بين قيادة البلدين لتقدم نموذجا للتعاون المشترك في كافة المجالات الدبلوماسية والاقتصادية الثقافية والعلبية إلى جانب تبادل التجارب والخبرات وهناك حراك حقيقة بين مملكة البحرين الشقيقة والسلطنة عمان فيما يتعلق بالتنسيق السياسي وهيضا هناك فرص واعدة فيما يتعلق بالاستثمار بين البلدين الشقيقين وكما لعلم أنه هناك الكثير حقيقة من كما إشارة المشتركات وبالتالي كل هذا الحراك الذي نتحدث عنه يعاد ينصب حقيقة في تطوير وتعميق هذا العمق التاريخي بين بلدين حقيقة شقيقين يقمعهما الكثير من السماعات الحضارية وتشهد حاليا العلاقات العمانية البحرينية حراكا على المستويين السياسي والاقتصادي من خلال مجموعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى ويجري التوقيع عليها فهناك لجنة مشتركة تواصل توسيع آفاق التعاون الثنائي المشترك إلى مستويات أشمل وبما يخدم مصالح البلدين لازم نتكلم عن رؤية عمان 2040 وعلى ضوءها الفرص هي الموجودة للتركيز ويكون على القطاع اللوجستي يتقدم كل القطاعات بحكم الاستثمارات الضخمة اللي استثمارتها السلطنة في البنية التحتية لهذا القطاع اللي هي من موانئ جديدة ومطارات والموقع الاستراتيجي للسلطنة فالشركات البحرينية اللي في هذا القطاع لازم يستغلونها الفرص الموجودة اللي خلال صارت جاهزة للتعاون فيها هناك الكثير من الفرص المشتركة التي يمكن أن تعزز من هذه العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة فقد تم إنشاء مجموعة من الشركات ما بين البلدين وهناك استثمارات بحرينية في نمو وتزايد في سلطنة عمان في السنوات الأخيرة إضافة إلى كثير من المجالات المرتبطة بالاقتصاد وتشكل العلاقات التاريخية الوطيدة وواصر المحبة ووشائج القربة بين الشعبين وما أفرزته من عادات وتقاليد مشتركة كل ذلك ضمان لاستمرار هذا التقدم نحو مستقبل أفضل ومن المتوقع أن تشهد العاصمة مسقط عقد الاجتماع الثامن للجنة المشتركة بين البلدين لإيجاد مزيد من فرص التعاون المشترك لتلفزيون مملكة البحرين أحمد بن بارك الدرمكي مسقط ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة